ويرفض أي مساعدة من والدي مع أن والدي من الأغنياء ومنعني من العمل مع أني لا أنوي إلا مساعدته وأن يتوسع حالنا وقال لي انفضل انموت وإلا ناكل درحمك الله أكبر شوفوا الرجال آه الرجال آه الرجال انفضل انموت وإلا ناكل درحمك إن صحه يا سيدي فهو من متتبع حصتك والله شرفني والله شرفني والله شرفني واحد كما هديت بالحصة نتاعي بارك الله فيك وما ننصحوش نقول له كمل بارك الله فيك الخبز والماء والرسف السماء يا أخاك تقول يا رجلك شهار قدوا قد حالوا الحمد لله قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قوتا آل محمدين كفافا الكفاف والعفاف زوجي شهار قدوا قد حالوا يرفض المساعدة راجل في حل يحب ياكل واش خدم بارك جبينه قيسوا آل الراجل ما ليراه يعطيه مرته العصاء والله غير تاخد العصاء بالمطرق باش تعطيله الشهرية الشهر كامل وييتخدم تخرج فضل ما وتدخل فضل ما ما يسقسي عليها ما يحميها ما على بالو بها ما يغير عليها خمسة عشرين في الشهر ستة عشرين سبعة عشرين ثمانية عشرين يعلق العصاء والله ما تحطلو الشهرية في يده غير يعطيها المطرق حتى تشبع ويزيد هذا الديوت هذا يزيد يحسب دراهم يحسب يولو كان يصيب عشر الاف تخص غير يعطيها المطرق حتى تشبع وكالي يضربها بالموس هذا رجال هذا تحرر به فلسطين هذا تحرر به المسجد الأقصى هذا تبني به تزاير حسبنا الله ونعم الوكيل ها رجال اسمع اسمع ومنعني من العمل مع أني لا أنوي إلا مساعدته وأن يتوسى حالنا وقال لنفضل الموت ولا ناكل درهمك أنا ما نشأتكلم عن العمل حلال ولا حرام أنا نتكلم عن هذا الرجل فممليح ما تخلطوه الشعبان في رمضان الرجل هذا مؤمن وفي حل ونستعب بك وبرك الله فيك وإلى الأمام وما توليش اللوت وانتي طيعي رجلك الحمد لله واش قلت زوجي قدوا قد حالوا عيشي قد حال رجلك قد حالوا نهار ناكلوا البصل ونهار ناكلوا الحم ونهار مكاس ونهار كائن راضيين سعاداء في الأحلال وربي برك النار الخبز والماء والرصف السماء قيسوا هذا ما ليحقرون ساهم العاملات على جل الشهرية ويفتخروا بالحومة في الحومة يخرج شلاغ موة تقول لذلك القيدون تعالى موتو وهو وعلو مرتورة وطهط رهالة جل الشهرية حسبونا الله ونعم الوكيل حسبونا الله ونعم الوكيل يأكلوا ضراء من ساهم حرام عليكم النفقة واجبة على الرجل والنفقة على المرأة حق يعني هي حب التعاون يجوزلها بالإرادة انتحها كي ما تحب حب التعاون ما حبتش وهو واجب هو واجب شوف داك الرجل نعود نقر السؤال هذا شوف خاشد عجبني ما شاء الله زوجي شهار قدوا قد حالوا ويرفض اي مساعدة من والدي كي سؤال ما رجالي يخطب وحدها بابها كاللو يبدأ قولي البابك يشينا تنبيل قولي البابك يشينا ضار قولي البابك يبعتنا الحوسو قولي البابك داخل عليها ولو كان بابها برك يقول ما عنديش ولا مكاش ولا صود ما هو شواجب يرفدها ويديها الضربة بابها يختار عليها اي خصومة بس ما بابها كي شوف بنته جاءت ولاده يحيجر إليه يطع له شكارا حسبنا الله ونعم الوكيل زوجي شهار وقد قدوا قد حالوا ويرفض اي مساعدة من والدي مع ان والدي من الاغنياء ومنعني من العمل مع اني لا انوي الا مساعدته وان يتوسى حالنا وقال لنفضل لنموت ولا ناكل درامك ان صحوا يا سيدي فهو من متبع متتبع حصتك النصيحة لنطيها لك كمل بالك تولي الله الى امام ربي يحفظك بالنوع هادو لبالك يتصب الشتام وربي يبعد المصائب على الجزائر ها واحد درب مرتو بالموس بالموس على جهة شهرية كي شبدت الموس مليح باش سلك روحا جبد الموس كي جبدو نحلها صباحا نحلها صباحا هذا يجي يا هدر على حباب وراكي طلقون ساهم سائلة تقول كيف اربي اولادي ومن اين ابدأ ابدأي من نصيحة سيدنا لقمان لابنه واشقلوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر صورة لقمان الآية 17 يا بني سيدنا لقمان وينصح فيه ليده واشقلوا يا بني اقم الصلاة البدياء الصلاة تعلموا ولادكم الصلاة لازم يصلي كيما يصليش نسقيوا عليه ونقعدوا نسقيوا عليه ونقعدوا نسقيوا عليه دايما ماشين ملوا لا لما نملوش دايما يبقى يتفكر الصلاة اذا صلى وانت حي احمد ربي اذا متنتاك يكبر يبدأ يتفكر واش كان يقول له باباك كان صغير يعاودي وليل هذيك طريق يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف الامر بالمعروف لا يسكت الانسان وهو يرى معروفا معروفا الامر بالمعروف كما هذه الايام النادي وعلى جميع الناس ليعرف يتيم روح كسي ياتيم هاو نرطيك طريقة سهلة عندك ربع ذراري دير ياتيم خامس عندك خمس اولاد دير ياتيم سادس كيما راجلت اصطيف فيصطيف كاين وحد الراجل يروح يقعد قدام المخبازة ويديه سلة فارغة لما يجو الناس يشعر خبز خوري اشعر لك احد شري يقول له ستة خبزات يقول له اشعر سبعة وحق لي وحدة هنا يجيه سهلة يشعر خبزة يرميها له خوري اشعر لك 4 خبزات اشعر خمسة خوري اشعر لك شري عشر خبزات اشعر 11 وحط لي ليه يشعر ومع synchronة ثقارة ليه يجيه يشعر 5 خبزات يشعر 6 ويحط له كي تتعمر السلة يبدأ هاي ربع خبزات للاملة الفلانية هاي 6 خبزات للفقير الفلاني هاي 7 خبزات للدار الفلانية هاي الام الياثامة يعني يبعت الخبز للديور الناس والفوه هاي سهلة راح تشري ستة خبزات عشرية سبعة وصد خبزة ها قداك في العيد لك هاد العيد اكا رايح تكسي خمسة ولادك كسي ستة رايح تكسي ربعة كسي خمسة رايح تكسي ثلاثة كسي ربعة رايح تكسي زوج كسي ثلاثة رايح تكسي واحد برك كسي زوج ما عندكش دراري كسي واحد شوف واحد فقير ها كسيه ملا سينا لوخمان ينصحوا ليدو ينصحوا لدوا يا ابني أقمي الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر لا خير في أمة تسكت عن المنكر لا خير فيهم بارك الله فيكم الناس تنكر على بيوت الزنا تنكر على الخمر تنكر على الربا تنكر على السرقة تنكر على المخدرات تنكر على رشوة هذا هو المؤمن الشعب الحي هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والشعب الميت هو كل شيء يجوز قال عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة لسبعين وضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع نعم هذا هو المطلوب يا أختي إذن نبدأ له بالصلاة وعلمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سائلة تقول زوجي لا يشعرني بالحب ولا يحكي لي عن قصص الحب وعن عواطفه في الأماصر وشي ديرا إنصحني ماذا أفعل يا أختي التعبير عن الحب مش الكلام فقط الكلام مليح أنا ما دا بياه يحكي لك عن الحب وقصص الحب ولكن الراجل الراجل كي يحط لك القفة قدام ارجلك رهو او يعبر لك عن الحب كي يرح في الظلم يخدم او يعبر لك عن الحب مالinate رح في الظلم يمسكين كيدخل في الظلم العشية او يعبر لك عن الحب كي يجيب لك هذا كرزق الاحلال واللبس الحلال جبة احلال محرمة احلال صبات احلال ماكلة احلال هذا قاعد تعبير عن الحب والشك انتو ما والفتوا في المصر ومبادر جوزوا بكم في المصر عشرين سنة ومبادر في المتاع البريزيل زيت جيبهما خمس سنين ودكار الموجات على الأفلام التركية الماجنة الفاجرة اللي مبنية على الحرام وليعوذوا بالله اتق الله يا أختي ان الله تبارك وتعالى يقول اعوذ بالله من السيطان الرجيم ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها هذا كالسكن هو الحب الراجل يحسر مرتاح مع زوجته سعيد بها فاخور بها يفتخر بها يذكرها بأحب الاسماء ما يجتمهاش ما يسبهاش لا لا احب الاسماء اليها يفششها يعيط لها يدلحها كما يقول يعيط لها باسم جميل هكذا يعني تحسرها دايما مفشها وعزيزة ويخليها تحسرها غالية عنده يا وهذا هو الحب واش نديرو احنا بكلام احبك 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 هو دخل عليك بالمطرق لا لا هذا هو الحب ان الله يقول ان الله يقول من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة شفت هاي الحب ان في ذلك لا ايات لقوم يتفكرون ولكن نبه كذلك كاين شير جال شغل صندوق مغلوق صندوق مغلوق يعني مرتوا طيب لهم ليح ما يشكر تخيط له حاجة ما يشكر تنقيله الدار ما يشكر كي يتلاقى مع بابها وخوتها ما يشكر لا 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 تكون صندوقا مغلقا تكلم مهدر اربي خلق الكلام حتى الكلام اربي بعت الانبياء بالكلام ما بعتهمش بالسكوت وحنا بش نختدر بهم اذا يعني من ازداء اليكم معروفا فاشكروا وشنو نبهك الاختذاء زوجك ما يعبر لكش عن الحب على الطريقة المصرية والبرازيلية والتركية ما تحزناش او يعبر لك على الطريقة الجزائرية لما يغير عليك وفي حل مكاشي امرتوا يصونها هكذا كي سردو كي عسى الجيش تاو هذا كو الحب على الطريقة الجزائرية ربي يحفظ الرجال ليغيروا على انساهم واحد كانوا يقف معه مرتو ومرتو يعني مكشوفة 99 درجة نكشوفها وريحة تقول كريموجان يعني ليجوز يشوف فيها وليجوز يرمي لها كلمة وليجوز يقول لها حاجة وهو فرحان وشلاغمو تقول قيدون تعالفيلو قالوا له يا فلن مرتك شوف ريحتها مكشوفة بزاف يعني بزاف ما يليغش قال لهم صافي بليزي تشوف رجال يشوفو لك في مرتك هذا الدليل بلي مرتش شابا بلي نعف الخير اعوذ بالله يا اعوذ بالله ربي يحفظنا يا اعوذ بالله يا اعوذ بالله قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة ديوت شكون هو الديوت ليحب الخبث في اهله يحب يعني يحب يرضى يفرح مدابيه يشوف الخبث في اهله اعوذ بالله وهذا مشي جزيري جزائري غيو على اهله سيدة من المسيلة تقول حملت بمولودي الثاني بعد ان وضعت حمل الاول باربعين يوما وحاولت اجهاضه بشرب الادوية ولكن الله سلم وسطر وولدت ابنتي فما هي كفارتي عليك ان تستغفري انتي حاولتي ولكن ما انجحتش وربي رزقك طفلة عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد لا يكون الا ما يريده الله ما لا ربي رزقك طفلة وانتي كنت تشرب في الدواء والكاشيات باشطيحيها ولكن ربي اذا اراد شيء ان يقول له كن فيكون ما لا استغفري توبي اندمي اكثر من استغفار وحني على هذا الطفلة لان الطفلة تحس كي كانت في كرشك راهي حست باللي ما راكيش تحبيها لك هذا الطفلة تكبر ما تحبكش ما لا حاولي ديري جهدي ان شاء الله احسني اليها واكريميها واعطيها حانا باش تمحيل هذاك الاحساس الاول وان كان صعيب هذه امرأة تقول زوجي لا يسمح لي بزيارة اهلي فما حكم ذلك لا يجوز له متضرر وهذا نار جاتني مرات تشكي لي من راجلها تشكي يا ودي سودت له سعده كي رحت بزيارة نزقي عليه صبت القيصة واشنو هي هي تروح تقول له نوح عندي يما عشر ايام تقعد عندي يماها عشر ايام ومن بعدها كي تجي لدارها تجي بي يماها معاها عشر ايام سمعته فهمته تروح تزور يماها عشر ايام وكي تولي لدار راجلها تجي بي يماها معاها عشر ايام اروح تسقسيتها وكي لا يماها كيف صح القصة قال لنا انتوحش يما ايك توحش يماك ولكنك قعدت عندها عشر ايام قال لي صدقني ما نهارت زوج بعد المرة ما قعدناش وحدنا في الدار عشر عند يماها وعشر يماها عندها اشتركوا في القناة